اشتركوا في القناة يعني بعض الكلمات كثير من المتابعين ما سمعوها فانو بسمع المقدمة وبسمع برجو وبطلع اولا انا يعني شخص ديش اقولكو مريض او تعبان او هاد الامور ولكن انا بتلقى علاج من 13 سنة يعني وضعي الصحي تعبان من 13 سنة والحمد لله ربنا معطين العزيمة والقوة اني اواجه مرضي بكل شجاعة الحمد لله رب العالمين ان شاء الله ربنا بعطيني العزم والقوة اكثر فاكثر لما طلبت الدعاء انا من الاخوة لانه بدأت انا مؤخرا في نوعية علاج انا اخدته قبل سبع سنوات هذا العلاج متعب جدا على العظم على العضلات اه على الوزن على كل شيء فاقر لي طبيا اني انا ارجع لهذا العلاج مرة ثانية واني اخذه مرة ثانية ومدته من شهرين لثلاث شهور كل اسبوع عندي جرعة وجرعة ثقيلة جدا يعني فانا ما بدي اشرح لكو التفاصيل اكثر فاكثر يعني ولكن هذا الوضع كان من المقرر انه اليوم اه لانه يوم تسجيل هذه الحلقة بيكون عندي انا جرعة كبيرة اه فمطعبة فاتعب من وراها انا تقريبا ثلاث ايام فانا كل اه يعني الايام اللي بقدر اسجل فيها الحلقات فممكن اسجلها في يوم اه ثلاث حلقات او اربح حلقات وتنزل لكو هي تباعا في بعض الاشخاص يمكن بشوف حلقات قبل بيوم قبل بيومين قبل باسبوع نازلة على القناة اه وممكن انه بشاهدوها كمان اه السبب انه هي الوضع الصحي او انه ممكن بيكون بدي ادخل للمستشفى او اه عندي مراجعات فما بقدر اه سبب الخلام هذ انه في اشخاص بتواصلوا معي وبيعاتبوني اني انا بجاوبش على اسئلتهم براسلوني على الواتساب انه ليش بتردش علينا اه بعقا بعلم الفلك اه فهذا مش معنى انه انا لازم اكون كبسة زر لما انت تكون صاحي الساعة اربعة صبح ثلاثة صبح وجايع بالك انك انت تسأل السؤال فتبعتلي اياه على اساس انه فورا انا لازم اصحى من النوم اه بغض النظر عن وضعي اه تلبيا لنداءك وارد عليك فبدي تعدروني في النقطة هاي وخصوصا الاشخاص هذول اللي ببعتولي اه شكرا للكوا لثقتك وانكوا بعثتولي ولكن بدكوا تنتظروا وقت لحد يتما استعيد عافيتي او يكون الوقت مناسب عشان انا اقدر ارد عليكم يعني انا اقرب المقربين لالي في الايام الماضي انا ما ردتش عليهم وكان في نوع من انواع القلق لولا انهم هم يدخلوا ويسمعوا انه انا منزل الحلقة وانه صوتي موجود معناته بتطمن انه لسه في سعيد موجود وبخير يعني هذا سبب استمراري او اصراري على تسجيل الحلقات باستمرار وتنزيلها حتى بالوضع الصعب لانه في اشخاص ما بيعرفوا تلفوني ما بيقدروا يتواصلوا معي لظروفهم طبعا ولكن من سماعهم للحلقة بيعرفوا انه انا لسه موجود يعني ما بدنا ندخل الدراما اكثر من هيك بس حبيت اوضح هاي النقاط في الايام القادمة ان حصل واني تغيبت فتغيبي رح يكون ليوم او يومين او ثلاثة بالكثير مش اكثر من هيك وهي بتكون طبعا ما بعتقد اني انا راح اتغيب ولكن ان صار واني تغيبت بيكون بسبب انه انا مش قادر اسجل او اني انا انحجزت في مكان في المستشفى ما بقدرش اسجل فيه في اللحظات اللي من المفروض اسجل فيه الحلقات فبدكوا تعذروني برضو لهاي النقطة فعشان هيك آسف جدا اني اطلت عليكم بالكلام قبل ما ندخل على الابراج لانه دائما يعني كنت في البداية اسجل في بداية الحلقة وبعدين صاروا يقولولي لا خلي الكلام لاخر الحلقة طلعنا في اخر الحلقة لا حدا بسمع الطلع اللي بتطلب مني لا بسمع في اولها ولا بسمع في اخرها اساسا فكل الاحترام والتقدير وخصوصا للاشخاص اللي دعووا لي بالفترة الماضية ان شاء الله ربنا يتقبل الدعاء ويعافيك ويشافيك ويعطيك ويرضى عليك يعني نتبادل الدعاء بإذن الله تعالى قلنا اروح لتوقعاتنا اليوم طبعا توقعاتنا اليوم لها يوم الجمعة سبع كانون الثاني يناير وبما انه يوم الجمعة فجمعة مباركة على الجميع وربنا يتقبل منا ومنكم الطاعات طبعا برضو اليوم بما انه اليوم سبعة الشهر فهو يوم بيحتفلوا فيه احبائنا شركائنا في الوطن اخواننا المسيحيين بيحتفلوا في هذا اليوم بعيد فمنقدر منقولهم كل عام وانتوا بخير وربنا يجعل كل ايامنا اعياد وخير وبركة خلينا نحكي اول اشي عن القمر اللي موجود بالحوت واللي اليوم رح يشكل كثير من الزوايا ومن اهم هاي الزوايا اللي رح يشكلها زاويتين رح يبلش تأثيراتهم زاويتين بطيئات وهو موجود في منزلة المؤخر وهي منزلة للربح والعلاج والاتلاف والتفريق والضرر ورح يمخذ القمر في هاي المنزلة لغاية الساعة ستة وسبع دقائق من صباح اليوم الجمعة لينتقل بعدها لمنزلة الرشا وهي اخر منزلة في برج الحوت او اخر المنازل العربية وهي منزلة للعلاج والربح والسلامة والصلاح القمر لما بيكون موجود في الحوت في هاي الفترة جميع الابراج بتتأثر بصفات معين اللي هي اهم صفات بيكتسبها او موجودة عند موليد برج الحوت فمنلاقي انه الفترة هاي جميع الابراج بتلعب الناحية الروحية دور بارز عليهم جميعا وشعروا بطاقة كبيرة روحانية او التأمل للصلاة للدعاء للتقرب للمناجاة نشعر شوي بالضياع ما منجح في التركيز على موضوع معين منتدور ونكشف عن متاعبنا للغير زي ما سعيد قاعد بببرم صبح يعني بلش في متاعبه ومشاكله منجد صعوبة في اتخاذ القرارات الحاسمة قسم كبير من الفاشلين في غرام هما بينزوا جانبا وبيضرفوا الدمع بعيدا عن اعين الاخرين قسم كبير ايضا من الموظفين بيتغيبوا عن عملهم نتيجة المرض او الشعور بعدم الارتياح النفسي زي ما سعيد لمح برضو في نفس الحلقة وان شاء الله انه سعيد ما يعني ما يسمع شاذ الحكي ويتجاوز على المرحلة هاي طبعا الفترة هاي ممكن نقع في حبائل الغرام بوسعنا التأمل والصلاة والنجاح في عمل فني كالشعر والرسم وعيات المرضى وشراء الزهور واقتناء آل التصوير بالنسبة للزوايا اللي البطيئة اللي تأثيراتها تمتد لأيام وممكن لأسابيع او لأشهر ومنظل نذكرها في كل حلقة طبعا اول زاوية رح نحكي عنها هي زاوية التزديس الايجابية بين الزهرة وبين نبتون اللي ذروتها يوم خمس واحد وهاي مستمرة طبعا لغاية يوم ثمانية واحد تأثيراتها وهي زاوية ايجابية هاي زاوية بتضفي علينا نوع من الجاذبية والقبول وبتجذب الآخرين لإلنا عما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران ايجابية بين الشمس وبين الزهرة وهي بدأ تأثيرها اليوم وهاي طبعا مستمر تأثيرها هي ذروتها يوم تسعة واحد ولكن ذروتها اليوم احد عشر واحد بما انها زاوية مش ايجابية قوية اكثير يعني ولكن انها فيها نوع من الانواع الايجابية فبعد تعطينا هيك نظرة ايجابية ونوع من الانواع التفاؤل للحياة بصورة عامة عما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التربيع السلبية لانه فترة طويلة من نحكي عنها زاوية التربيع هاي بين زحل وبين اورانوس وهاي مستمرة لغاية يوم ثلاثة واحد لا تنفصل المنفصلة بعدين رح تستمر تقريبا بحدود شهر وهي انفصال ضعيف احنا منسميه الها تأثيراتها ولكن تأثيراتها بتكون ضعيفة مش مثل الايام اللي احنا موجودين فيها فهاي شوي وتخلينا مندفعين في تصرفاتنا ومتمردين على كل القيم والعادات وبالدل على تغييرات او ازمات مفاجئة في الحكومات احتمال وقوع حوادث طبيعية مدمرة كالعواصف والزلازل امور الها علاقة بالطائرات حوادث الها علاقة بالسك الحديد وبرضو بتدل على اضرابات واشتباكات مع السلطات بسبب تضييق الحريات العامة تضييق الخناق عليهم اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزديس ايجابية بين الشمس وبين نبتون وبرضو هي بدأ تأثيرها اليوم ايضا روتها يوم 11 واحد طبعا رح يستمر بتأثيرها لغاية 20 واحد وبما انها زاوية ايجابية واضحة بتعزز الخيال الخصب في مجالات الفن والابتكار وبتزيد قوة الحدث عنها اما بالنسبة للزاوية الوطيئة اللي رح تتشكل اليوم اللي تأثيراتها تقريبا من ساعات الصباح لساعات المساء معظمها اول زاوية هي زاوية تزديس ايجابية رح تكون بين القمر وبين الشمس وهي يعني انه الهلال اصبح واضح في السماء هي رح تكون هاي الزاوية الساعة 45 دقيقة صباحا بتوقيت جرينج منولي مزيد من الاهتمام لصحتنا منطلق المساندة والدعم من الاصدقاء نتجه لتغليب العقل نصبح اكثر قدرة على السيطرة على مشاعرنا اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التربيع سلبية رح تكون بين القمر وبين المريخ وهاي رح تكون في تمام الساعة 6 و 54 دقيقة صباحا بتخلق لدينا شعور بالملل من اي عمل روتيني فمنكون بحاجة الى الهدوء والتحلي بالصبر في اي مساعة منقوم فيه يفضل اخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد واللي بيكون محبط عاطفيا بثور ثورة عارمة من الغضب اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التزديس ايجابية رح تكون بين القمر وبين الزهرة وهاي رح تكون في تمام الساعة 10 و 40 دقيقة صباحا بتوقيت جرينتش بتأجج العاطف اتجاه الجنس الاخر وبالتالي بننجح بتعزيز العلاقة معهم وبيعطي دفعة للعاملين في المجال الفني والتجميلي والديكور فبيتحسن عطاهم وابداعهم اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران سلبي بين القمر وبين نبتون وهي ذروتها رح تكون الساعة 12 و 39 دقيقة بعد الظهر بتجعل بعض الاشخاص يجنحوا للعيش في عالم وهمي من نسج خيالهم بعيد عن الواقع وبتجعلنا غير عمليين في تصرفاتنا وبنعتمد في مشاعرنا على مشاعر الآخرين اما بالنسبة للزاوية الاخيرة قبل خلوق المسار هي زاوية تسديس ايجابية رح تكون بين القمر وبين بلوتو وهاي رح تكون في تمام الساعة 10 و 22 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش طبعا تأثيراتها بتبدأ من ساعات الظهر وبتستمر لحق تقريبا ساعات الفجر بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وأفكارنا وبنتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا وإحداث التغييرات المطلوبة بعد هاي الزاوية في عنا قلوق مسار يعني قلوق المسار السلبي رح يبدأ في تمام الساعة 10 و 22 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش من مساء يوم الخميس من مساء يوم الجمعة حفوا وبينتهي في صباح اليوم التالي اللي هو في صباح يوم السبت يعني رح ينتهي في تمام الساعة 5 و 25 دقيقة صباحا لينتقل القمر بعديها لبرج الحمل يعني من منتصف ليل الجمعة على السبت لغاية صباح يوم السبت هذه الفترة اللي رح يكون فيها قلوق المسار هذا بيعني أنه الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل قلوق المسار طبعا فيه أشخاص هالسابدهم يجوا يطلعوا يحكوا أنه ما هو خلوق المسار في الليل فيه حدا بتجوز في الليل ولا بخطوب في الليل فيه متابعين إلي في الجزء الآخر من الكرة الأرضية عندهم ساعات نهار وهم بالنسبة لهم خلوق المسار رح يأثر عليهم إذا ما رح يأثر علينا إحنا فأنا بالأمانة لازم أني أنا أذكر هيك ولا هيك إلنا أو لغيرنا أما بالنسبة لأعضاء جسمنا اللي أكثر حساسية بتكون في هاي الفترة أول إشي القدمان أصابع القدم الغد النخامية الغد الصنوبرية الأندروفين اللي هو هرمون مسكن للألم فعشان هيك كثير من الأشخاص بتشعر بالتعب أو الآلام أكثر من الأيام الطابعية في فترة وجود القمر في برج الحوت والميتالونين وهو هرمون مساعد على النوم عشان هيك كثير من الأشخاص بصير عندهم أرق أو قلق أو عدم الرغبة في النوم بيحبوا يصهروا في فترة وجود الغمر في الحوت هاي الأعضاء أو هاد الأعضاء اللي ذكرناها هي الأكثر حساسية في هاي الفترة فعشان هيك لازم نوفر لها عناية إضافية أكثر وفي نفس اللحظة اللي بشعر بأي آلام غير طبيعية أنه يراجع الطبيب طبعا بالنسبة لليوم هذا يوصى بإجراء عمليات جراحية غير مناسبة لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة لأنه القمر منتحس اليوم وبرضو زهرة بيتراجع فهدول سببين أساسيات في عملية أنه عمليات التجميل لا ينصح فيها طبعا يصلح هذا اليوم لإزالة الشعر الزائد ويصلح للقص الشعر التجميلي والصبغ ويصلح للقص العلاجي كمان أما بالنسبة لمطعوم كورونا طبعا اليوم مناسب ما في أي مشاكل بالنسبة لعلو ولكن إن شعر بعض الأشخاص لبعض الآلام لزيادة هي البندول أو البرستيمول هو أفضل شيء حبتين كل ست ساعات لأجل تخفيف الألم إن صار فيه تهيج في مكان الحقنة أو مكان الإبرة فبيقدر يراجع طبيبه أو الصيدلي لأنه هو أنتي هستامين أو هستامين بعد مرات بعطوه اللي هي أدوية التحسس فكل دولة لها مسميات فما بدي أعطي اسم وبعدين أشخاص يقول لك هذا الاسم مش موجود فكل دولة فيها لها مسميات محينة ممكن تراجع صيدلي أنت فارماسي أو فارمشية بكل اللغات أو دكتور معين يكتب لك أسماء الأدوية حسب الموجود عندكم في دولتكم بالنسبة لعمر القمر عمر القمر الهلال لجديد خمس أيام في تمام الساعة التسعة وأربع دقائق صباحا بيصبح ست أيام نسبة الإضاءة خمسة وعشرين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الجدي حتى يوم عشرين واحد سعيدة بنسبة مية في المية القمر في الحوت حتى يوم ثمانية واحد منتحس بنسبة خمسة وعشرين في المية الآن موعد بث الحلقة ولكن في ساعة الصباح بيصير منتحس بنسبة أربعين في المية وباستمر طول النهار منتحس بنسبة أربعين في المية بالنسبة لعطارد في الدلو حتى يوم أربعطاش واحد منتحس بنسبة خمسين في المية الزهرة في الجدي بيتراجع حتى يوم تسعة وعشرين واحد سعيد بنسبة صفر المريخ في القوس حتى يوم أربع وعشرين واحد منتحس بنسبة صفر المشتري في الحوت حتى يوم عشر خمسة سعيد بنسبة خمسة في المية زحل في الدلو حتى يوم أربع ستة منتحس بنسبة عشر في المية أورانوس في الثور بيتراجع حتى يوم ثمانتاش واحد منتحس بنسبة عشر في المية نبتون في الحوت حتى يوم ثمانية وعشرين ستة سعيد بنسبة خمسة عشر في المية وبلوتو في الجدي حتى يوم تسعة وعشرين أربعة سعيد بنسبة خمسة عشر في المية وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا بما أن القمر موجود لآخر يوم في برج الحوت معناته بيت متعبك فموليد برج الحمل اليوم بسيطر التعب عليهم اليوم الثاني على التوالي ممكن يشعروا بأعراض غير اعتيادية يجب أن يتوجهوا للفحص والعلاج إذا استدعى الأمر لذلك بدك تأخذوا قصد كافي من الراحة ممكن تحظى بمساعدة مفاجئة في ظروف صعبة وتتجاوز مخاوف ما إلها أي أساس أهم شيء أنه اليوم تكون ثقتك بنفسك عالية وما تخلي الوسواس يأثر عليك بشكل كبير وما تتخذ قرارات حاسمة برج الثورة بتنشطوا اليوم اجتماعيا وبتسعدوا من لقاء الأصدقاء منكم أشخاص ممكن يشاركوا في مناسبة سعيدة علاقات الصداقة بتكون جيدة وبسودها التقدير والثقة المتبادلة ولكن بدي أنصحكم نصيحة اليوم حاولوا أنكم تنجزوا كل الأمور المهمة والضرورية اللي أنتم بتكون إياها لأنه اللي جاي بالنسبة لإلكم رح يكون فيه نوع من أنواع الصعوبة شوي رح يضغط عليكم فعشان هيك حاولوا تنجزوا الأشياء المهمة قبل ما تتعطل عندكم بشكل أوفى وأوسع برج الجوزة يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أو بيرغبوا في إدخال تعديل على طبيعة عملهم ممكن اليوم تعززوا العلاقة مع المسؤولين بتحضوا اليوم بالشعبية وبتكون كل أعمالكم سهلة وميسرة وممكن تحقق نجاح شخصي ويكون لمصلحتك فاليوم طبعا هو يوم ممتزج نحن نسميه لموليد برج الجوزة لأنه فيه سعود وفيه نحوس مع بعض وهذا يعتبر يعني البيت بيت السمعة فعشان يبدأك تحافظ على سمعتك ما فيه داعي للمجازفات والمغامرات في هاي الفترة برج السرطان كونوا أكثر صبر ووعي على الطرقات خاصة أثناء قيادة السيارة بين المدن طبعا الأجواء هي ممتازة جدا ولكن حبيت أبدأ بالتحذير إنه ما في داعي للمغامرات اليوم رح تنشطوا بالاتصالات بالسفريات بالتنقلات بالحوارات اللي عندهم قضايا قضائية اليوم كلهم رح ينشطوا في هاي المسائل الأجواء جيدة وداعمة لإلكم بقوة حتى على المستوى العاطفي لأنكم رح تشعروا بقوة العاطفي عندكم عندكم أو عند البعض أحلام بالسفر أو الرغبة بالقيام بمشاريع كبيرة برج الأسد تنشغلوا اليوم في إعادة تنظيم أموركم المالية من جهة ثم فرصة لمكسب مالي بيجي على الأغلب من شراكة أو تعويض ولكن من جهة أخرى تم نفقات متصاعدة بيزيد اهتمامكم بالأشياء الغامضة والروحانيات والكتب الخيالية بالفترة هاي وممكن تهتموا لبعض الأمور القديمة أو التاريخية وتحاولوا تبحثوا فيها وفي أصولها في أشخاص ممكن يطالبوا بديون لإلهم أو مستحقات قديمة ويحصلوها بفترة هاي أو مثلا موضوع ميراث أو قرض برضو بالفترة هاي منتز برج العذراء بتتركز جهودكم حول تعزيز شراكاتكم الأجواء مشجعة وهذا يوم مناسب بالنسبة لموليد برج العذراء بخطبة أو زفاف أو توقيع عقد أو تعزيز العلاقة بين الأزواج علاقتكم الزوجية أو العائلية أو مع الشركاء بيسودها نوع من أنواع الإنسجام والتوافق ولكن الأهم لأن طاقتكم بتكون ضعيفة بتكون تنتبهوا من ردات الفعل والحصبية دان السيطرة يشعر ببعض التعب أو الإرهاق بسبب الطاقة الضعيفة فعشان هيك حاولوا تغذوا قسط من الراحة وتراقبوا صحتكم برج الميزان بيتراكم العمل عندكم أكثر من المعتاد اليوم لأنه القمر موجود في بيت العمل وبيت الصحة فعشان هيك بتكون تنتبهوا لعملكم وإنجاز أعمالكم ووقت أعمالكم ما تتغيبوا عن أعمالكم وبرضو بتكون تنتبهوا بشكل جيد لصحتكم اللي بشعر بشيء غير اعتيادي إراجع الطبيب نظموا وجباتكم الغذائية وخذوا قسط كافي من الراحة ممكن تجدوا سهولة في تطبيق أعمالكم الروتينية أو المنزلية ولكن الأهم زي ما حكينا تنتبهوا لأعمالكم وتنتبهوا لصحتكم برج العقرب بتجتازوا بصورة عامة فترة إيجابية لأن القمر في البيت الخامس لألكم على المستوى الحضوض على مستوى العاطفي على مستوى المال على مستوى تواصلكم مع أبنائكم ممارسة هواية معينة بالترفيه كلها هاي أجواء إيجابية ودعم لألكم بشكل قوي فبنعتبر هاي فترة فيها نوع من أنواع الحضوض وممكن تقوي علاقاتك العاطفية وهاي الفترة فيها نوع من أنواع الفرح أو الإنبساط أو الراحة أكثر من الفترة الماضية برج القوس بينصب اهتمامكم حول إدخال تعديل على مسكنكم أو حول الاهتمام بأمور البستنة بتجدوا نوع من أنواع التعاون من أفراد العائلة أو التواصل الجيد ما بينك وبين أفراد العائلة ممكن يكون فيه مناسبة أو حدث محين تنشغل فيه اليوم يعني بمعنى آخر حياتك العائلية فيها نوع من أنواع الحوار أو الشد ممكن شوي تهتم لبعض الأعطال أو الترميمات أو التصليحات المنزلية أو شيء عائلي رح يلفت انتباهك برج الجدي بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات منكم أشخاص شوي بدهم يكونوا أكثر صبر أثناء قيادة السيارة داخل المدن خصوصا اللي بيحبوا المغامرات ما في داعي للمجازفات والمغامرات اليوم أنتوا عندكم قدرة إقناع عالية وسرعة بديها ممتازة جدا علاقتكم اليومية وتنقلاتكم بتكون ممتعة وممكن تستفيد من علاقاتك مع المحيط ولكن الأهم زي ما حكينا ما في داعي للإنفعال ولا للعصبية ولا لغردات الفعل اللي ممكن من خلالها تصير نوع من أنواع المشاكل فضبط الأعصاب مطلوب برج الدلو تم فرصة لمكسب مالي بيكون على الأغلب من عمل إضافي مع هيك بدكوا تحذروا من النفقات المتصاعدة اليوم ممكن يجيك دعم مالي أو نوع من أنواع الهدايا أو التكريم أو تسترد أو مولى إلك ولكن زي ما حكينا بدك تنتبه من النفقات في عليك متطلبات وعندك مصاريف فرح يكون فيه إيجابية طبعا أنه رح تعرف نوع من أنواع السهولة في أعمالك اليومية أو في الحصول على الأموال والأرباح وخصوصا إذا بالطالب بحقوق لا إلك فهذا يوم مناسب لهاي الأمور برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا الخمر موجود عندكم اليوم طاقتكم واضحة أكثر من الأيام الماضية فاثقتكم بأنفسكم كبيرة وإنتوا اليوم أكثر نشاط وحيوية من قبل طبعا اليوم بوسعكم السيطرة على زمام الأمور والدفع بمصالحكم ممكن تقضي فترة من الهدوء والسكينة والطمأنينة على المستوى النفسي واليوم رح يفتح لك مجالات جيدة لتعويض الأيام اللي راحت فإذا كان عندك شيء حاب تعمله وكان مرفوض في الأيام الماضية اليوم ممكن يتكرر المحاولة وإن شاء الله الأمور بتمشي يعني الأجواء داعم لإلك فحاول أنك تستغلها بنشاط هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر